بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ المحاضرة التانية بإذن الله في الديدشن المحاضرة اللي فاتت أخذنا فيها انترو داكشن تكلمنا فيها على الستراكشر بتاع الجاسترو انتسان التراكت بشكل سريع وعن الكنترول اف جي اي تي سيكريشنز وبدأنا نتكلم على أول مكان وصله لأكل وكان الماوس وبداية الهضم اللي حصل في الماوس من خلال أول عصارة وهي عصارة اللعاب شفنا ان الأكل بدأ هضمه في الماوس سواء بميكانيكال فاكتور وهو المضغ او الاساس طبعا بكيميكال وهو الانزايمز اللي في اللعاب وكان اشهر انزايم في اللعاب هو الالفا اميليز اللي بيبدأ معنا هضم النشويات لكن ما كانش معنا انزايمز خاصة بهضم البروتينز في السلايفا وكان معنا انزايم ضعيف لهضم الدهون الساليفري لاي بيز وانه مشكوك حتى في وجوده اصلا او انه موجود في الفران فقط فده بيبين ان وظيفة اللعاب ما كانش في الاساس ان دورها ضيجيشن وان الدور الاساسي للعاب هو تسهيل عملية البلع وتسهيل الكلام لكن الهضم بدأ من اول الماوس بعد كده انتقل الاكل من الماوس الى الفارنس ومنه الى الاوسوفيجس ومنه الى الاستومك داخل الفارنس وداخل الاوسوفيجس ما كانش فيه افراز لعصارات كان كل الموضوع مجرد تحريك الاكل لغاية ما يصل الى الاستومك وده موضوعنا النهاردة ان شاء الله على اللي حيحصل للأكل داخل المادي الوظيفة الاساسية للمعدة طبعا المعدة لها دور في هضم الاكل لكن ما هياش الوظيفة الاولى هيبان معانا لما ناخد تفاصيل الاستومك ان دورها في الديجيشن ايضا دور محدود وان دورها الاساسي انها هي مخزن للأكل بتستوعب الوجبة معانا الكاملة وبعد كده تبدأ تختزن الاكل ده داخلها وتبدأ عملية الجراد والإفاكويشن لمحتوياتها في الدودينم في الاثنى عشر الدودينم بداية الاسمول انتست والدودينم هو المكان الاساسي اكتر مكان هيحصل فيه ديجيشن هو الدودينم لكن حتى دور المعدة في الديجيشن دور محدود لكن دور المعدة الاساسي هي انه شورت تير مفود ريزرفور فلو انا تخيلت ان شلنا المعدة وده بيحصل بالفعل لما يكون فيه حالات الكنسر في استومك او حالات اللي فيها ماسف بيبتيكالسر قرح في المعدة احيانا بيكون الحل طبعا لو كانسر بيقبل حل اساسا ان احنا تتشال الكنسر بالمعدة بالكامل وبيتم توصيل الدودينم مباشرة بالأوسوفيجس طب في حالة زي كده لو حصل جاستريكتومي حصل ازالة للمعدة هل يتأثر الهضم لو حصل جاستريكتومي او تشالت المعدة الهضم مش بيتأثر للدرجة لان دور المعدة فيه الهضم دور مش قوي دور محدود لكن دورها الاساسي انها شورت تير مفود ريزرفور يبقى اللي حيتأثر هو تخزين الأكل لو تشالت المعدة هلجل ان الانسان ده غير قادر على انه يأكل كمية زي اللي احنا بنا كلها فبيضطر يأكل سمول فريكوينتي ميلز حيجلل من كمية الوشبة لكن حيزود عدد المرات طيب الملاحظ لو شايفين معاي في الصورة هنا ان المعدة فيها تعريج دي بنسميها الجاستريك روجي والروجي ده هي بتسمح بالدستنشن او الاكسبانشن فلما الاكل بيدخل في المعدة بيبدأ يشد الول بتاع المعدة اللي بيسمح لها بالدستنشن وجود الروجي اللي فيها دي بالزبط عاملة لو انت بسط على صباعك على ظهر الصباع هتلاقي ان فيه برضو تعريج على عند المفصل التاني بتاع الصباع التعريج ده هي انحناءات من السكن اللي بتدي مساحة انك تقدر تتني صباعك لكن لو كان الاسكن معمول بالزبط على مقدار الصباع بالزبط كان هيخلي انك غير قادر على تاني الصباع كذلك هنا المعدة التعريج اللي فيها دي دي مساحة ان المعدة ممكن تتشد بحيث انها تستوعب الوجبة طيب اذا دور المعدة الرئيسي هو short term food reservoir تاني وظيفة انها صايت للdigestion لان فيه عصارة بتفرزها المعدة بتحتوي على enzymes اللي حتساعد برضو في هضم الاكل تعمل بعد كده شيرن ليه الفود بولس تبدأ تخلط الاكل مع العصارة وتبدأ يعني شيرن معناها تعجن الاكل ده تحول الاكل الى ما يشبه العجين هو خليط من الاكل مع العصارة فانا بسمي الاكل وهو داخل الماوس بسميه food او food بولس لكن بعد ما هيختلط بالعصارة بتاعت المعدة وهتكلم عليه وهو طالع من المعدة مش هسميه food ولا هسميه عصارة هنسميه kaim الكايم هو خليط من العصارة مع الاكل يباكين من الشيرن دي معناها انه بتخلط العصارة مع الاكل ويتحول الى ما يشبه العجين وتبدأ بعد تعمل تفريغ للكايم ده يبا الوظيفة الرابعة تفريغ المحتويات بتاعتها في الدودينم بالتدريج لان طبعا الدودينم مفوش مساحة تستوعب كل اللي في المعدة فبيبدأ المعدة تفرغ جزء من محتوياتها في الدودينم وبعد كده في تعاون ما بينهم حيطلب منها انها تتوقف لغاية ما يتعامل مع الكمية اللي وصلت له وبعدين حيطلب منها تكمل التفريغ بتاعها لغاية ما يكتمل الجاستريك ايفاكويش طيب المنظر اللي فات اللي شفناه ده المعدة اللي شايفينها بالعين زي ما احنا شايفينها كده طيب لو خدنا عدسة مكبرة وكبرنا شوية جدار المعدة هلاجي ان فيها في الجدار بتاعها فيه فتحات الفتحات دي هسميها جاستريك بيتس حفر ودي الفتحات اللي بيطلع منها العصارة طيب هنبدأ ندخل في الفتحات دي هنكتشف ان دي عبارة عن جاستريك جلاند وان كل فتحة منهم بتفتح على اربعة او خمسة جاستريك جلاند تمام ادي الفتحة بتاعة الجاستريك بيت اللي هنا دي دي الفتحة دخلنا فيها لجيناها بتفتح على من اربعة الى خمسة جاستريك جلاند كل جلاند ليند بيه صف من الخلايا خلايا مختلفة عن بعض كل خلية لها افراز معين فايه هي انواع الخلايا اللي في الجاستريك جلاند فمعانا فيه خلايا منتشرة اكتر في البادي وفي الفندس وفي السطمك وفيه خلايا اكتر في الانترام طبعا اظننا عارفين بادي والفندس والانترام لو رجعنا للصورة دي فلو انا اخدت خط من عند كارديك سفينكتر بالشكل ده فاللي اعلى الخط ده ده الفندس تمام وبعد كده ايه المتبقي ده هو البادي ثم بعد كده الحتة الاخيرة ده الانترام بتاع المعدة اللي هو فاتح على الدودينوم ففيه خلايا منتشرة اكتر في البادي وفي الفندس وهي البريتال سيلز والتشيف سيلز البريتال سيلز او اسمها التاني اوكزينتك سيلز وكلمة اوكزي تعني انها حمضي فمن الاسم واضح انها بتفرز الحمض الاتش سي ال وبتفرز ايضا انترانسيك فاكتور يبقى ادي على رسمة هو ادي البريتال سيلز دي هتفرز ايه هتفرز معايا الجاستريك اتش سيلز وحتفرز معانا الانترانسيك فاكتور وده فاكتور مهم في امتصاص بيتامين بي 12 طيب تاني نعمل الخلايا المنتشرة في البادي والفندس هي الاتشيف سيلز الخلايا الرئيسية او البيبتيك سيلز تشيف سيلز او بيبتيك سيلز وهي الخلايا المسؤولة عن افراز الانزيمات وكل الانزيمز بروتينز اي انزيم هو عبارة عن بروتين في انزيم لهضم البروتينز وهو البيبسينوجين وفي انزيم لهضم الدهون جاستريك لايبيز وده برضو انزيم ضعيف يبقى حتى الان كل الانزيمات المختصة بهضم الدهون انزيمات ضعيفة سواء الساليفري لايبيز او الجاستريك لايبيز في خلايا بعد كده منتشرة اكتر في الانترام منها الميوكس سيكريتنج سيلز زي الخلايا اللي هنا ميوكس سيكريتنج سيلز سواء الميوكس نيك سيلز او فيه كمان على السيرفس هنا ميوكس سيكريتنج سيلز دي بتفرز من اسمها واضح بتفرز معنا ميوكس واخد بالك من دي بتفرز كمان بايكربونيت عشان هيهمنا جدا حكاية البيكربونيت يبقى الميوكس تكريتينج سيلز بتفرز معايا الميوكس وبتفرز معنا بايكربونيت طيب في خلايا اخرى اللي هي الجي سيلز والدي سيلز ادي الدي سيلز والجي سيلز ودي حتفرز هرمونز الجي سيلز بتفرز هرمون الجسترين والديسلز هتفرز هرمون السوماتوستاتين احنا لما اخذنا الكنترول في اول مرة وقالنا ان فيه نيرفوس كنترول على الجيو اي تي سيكريشنز وفيه هرمون الكنترول ساعتها الهرمون عدنا سريعا وقالنا هنتعرف على الهرمونات كل واحد في مكانه فهنا بدأ يظهر معنا دور الهرمونز في السلايفا ما كانش فيه دور للهرمونز لان انتفاجنا ان السلايفا محتاجة تصرف سريع فكان مناسب معها النيرفوس كنترول بخلاف الاكل هنا في المعدة بيطول المعدة بيتخزن الاكل فهنا لا حيكون الانسب معنا هو الهرمون الكنترول فاول هرمونات تسكر معنا هرمونات طلعة من الجاستر الجلاند هرمون من الجيسلز وهو هرمون الجاسترين وده هرمون محفز لإفراز عصارة المعدة بشكل عام هيزود إفراز HCL وحيزود إفراز الانزاينز اما الديسلز اللي بيطلع منها السوماتوستاتين فالسوماتوستاتين كل وظائفه انهيبشا زي ما هنشوف بعد شوي طيب معايا نوع آخر من الخلايا اسمها انتيرو كرومافين لايك سيلز بتفرز معنا سيروتونين وهستامين يمكن دول مش هنعتبرهم هرمونز بمعنى الهرمونز انها بتنتشر في الدم وتصل الى distant organs لكن هي عملها يعني داخل برضو المعدة اما الجاسترين وسماتوستاتين وان كان هيعملوا داخل المعدة برضو لكن بيوصلوا للخلايا بتاعتهم من خلال الدم وبينتشروا في كل الدم طيب احنا ان شاء الله هنتكلم بشكل بالتفصيل عن الجاسترين اما الهرمونات الثلاثة الباجهين السوماتوستاتين والسيروتونين والهستامين هناخد عنهم معلومة سريعة فمعنا ثلاث هرمونات السوماتوستاتين بيطلع من الديسيلز في الاستومك اولا سوماتوستاتين لما يكتمل معنا الموضوع بالكامل لغاية ما نخلص كل الفيسيولوجي هنكتشف سوماتوستاتين بيفرز من ثلاث اماكن من الهايبو سالمس في البرين وبيفرز من الدلتا سيلز في البنكرياس وبيفرز من الجي اي تي ومن كل مكان بيفرز منه لوظفتين انهيبشا فبتاع الهايبو سالمس انهيبت الجروث هرمون وانهيبت تي اس ايج واللي طالع من البنكرياس انهيبت الانسولين والجلوكاجون واللي طالع من الجي اي تي انهيبت السيكريشان والموتيليتي هندي سوماتوستاتين بيطلع من ثلاث اماكن بست وظائف الكل انهيبت وإنهيبت الانسولين وإنهيبت الكلوكاغون وإنهيبت الGIT secretions وإنهيبت الGIT motility طيب إذن تأثير سمات وستثين بالنسبة لنا هنا في الGIT إنهيبتوري إنهيبت السيكريشنز والموتility أما السيروتونين برضو إحنا السيروتونين يعني أظن ده يمكن أول ذكر معنا للسيروتونين برضو هيهمنا في النهاية بعد ما يكتمل معنا المنهج في سنة ثالثة إن إيه هي السايتس اللي بيفرز منها السيروتونين فأدي أول واحد من الأماكن تذكر معنا بيطلع سيروتونين من الGIT أعظن أنه ممكن يكون ذكر معنا في البلوك بتاع الكارديوفاسكولر لأنه جرده بيفرز من الإبيسيليم بتاع البلوت فيزلز فالسيروتونين بيفرز أيضا من الGIT دوره هنا مش مشروح بالتفصيل إيه دوره الكامل لكنه منظم للGIT secretions والmotility اللي هيهمنا أكتر وحنركز عليه برضو هستامين هستامين بيفرز من الانتيرو كروماتفين لايك سيلز تمام؟ وده بيشتغل على البريتال سيلز بتاعة المعدة اللي بتفرز الHCL عليها ريسيبتورز للهستامين اسمه H2 ريسيبتورز في الهستامين يمكن احنا عارفين عنه أنه فاسو ديليتور مشهور جدا هستامين ديليتور وده بأكشن على H1 ريسيبتورز على الفيزلز يبقى هو بيوسع الفيزلز بأكشن على H1 ده ما لناش علاقة بيه حاليا بتكلم على الهستامين ودوره على المعدة دوره على المعدة بيشتغل على H2 ريسيبتورز بيعمل ايه؟ يزود الHCL secretion والكلام ده حيتضح حاليا بعد شوية على طول نبدأ نتكلم على بعد ما الأكل دخل للمعدة هتبدأ عملية إفراز عصارة المعدة الجاستريك جوز جاستريك جوز هو clear colorless fluid سائل لو أنا أخدت عصارة المعدة بدون ما يكون فيها أي أكل من شخص فاستنج وحد صايم هلاقي إن عصارة المعدة دي clear وcolorless fluid ملهاش لون طب أنا أسألكم ولو حد يجاوبني باريت طب ليه الفوميتينج ليه الفوميتس ليه لون إذا كان العصارة المعدة عصارة colorless فليه القيء لونه أصفر فده بالفعل إنه اللون الأصفر اللي في الفوميتس ده عبارة عن بايل عبارة عن عصارة صفراوية لكن عصارة المعدة هي عصارة colorless طيب بعد كده البي اتش بتاع المعدة في حدود من 9 من 10 إلى 1 ونص ده highly acidic وهو the most acidic fluid in the body بخلاف السلايفة طبعا أخدناها كانت neutral حوالي 7 البي اتش لكن هنا الجاستريك جوز عصارة highly acidic الفوليوم اتفاجنا من الفوليومز كل الفوليومز هتعدي معنا من لتر لتر ونص إلا عصارة المعدة الضعف من 2 إلى 3 لتر الكمبوزيشن لو نفتكر في السلايفة بدأنا ب 99.5 ووتر كل ما حننزل لعصارة حنشيل نص فهنا الكمبوزيشن الجاستريك جوز حيبت 99% من هواتف وال1% المتبقي نصف في المية منه HCL والنصف في المية عبارة عن organic وإن أرغانيك الأرغانيك هي الإنزايمز وإن أرغانيك هي الأملاح طيب خلاص الميا بتاعت المعدة خلاص معروف عايزين نتعرف على الـ HCL اللي طالع في المعدة والمواد الأرغانيك الإنزايمز إنزيم بيبسين إنزيم الرنن فيه ليسوزايم ليسوزايم عدى معنا مع السلايفا برضو كان ليه أنتي بكتيريا الأكشن ليبيز جاستيك ليبيز انترينسك فاكتور والميوسين ميوسين ده في كل مكان حنوصله لازم في إفراز لميوكوس لازم من أول الماوس مع أول السلايفا لغاية الـ Large Entest كل مكان حنعدي عليه لازم ثابت معنا الميوسين وإن أرغانيك الأملاح صوديم وكلريد بوتاسيوم فوسفيت كالسيوم ويهمني أنا أكتر بايكاربونات كل ما هيعدي معي بايكاربونات في المعدة ههتم بي قولنا مشوية بيطلع من فين بايكاربونات من بيفرز بايكاربونات الميوكس سيلز الميوكس سيكريتينج سيلز اللي بيفرز ميوكس بيفرز معي بايكاربونات نبدأ نتكلم على الـ Composition 1-1 حنبدأ بالـ HCL الـ HCL في المعدة أي وظيفة الـ HCL في المعدة طبعا ده كلام المفترض انه كلام سهل او عارفينه من الاحياء في السنوي ان الHCL بينشط الانزيم البيبسينوجين اللي بيفرز من البيبتيكسيلز في صورة غير ناشطة بيبسينوجين ويتحول الى الاكتف بيبسين بيبسينوجين بيكباب روتين في عدد من الامينو أسيدز اكتر من اللازم بالسلسلة الطويلة دي هو اناكتف البيبسين يروح كاسر ربطه في الروابط دي يشيل منه مجموعة امينو أسيدز فيحصل له اكتفاشن طيب ادي الاكتفاشن بعد كده رقم اتنين كمان وفر له الوفتمن بي اتش اللي هو عايزه البيبسين بيشتغل في وسط حمضي من واحد ونص الى اتنين والHCL في المعدة هو الوفر له الوسط المناسب لعمله يمكن اظن بتاخده في البيو ان كل انزيم لي لي اوفتمن بي اتش شغال فيها لو حطنا في البي اتش المناسبة لي حيدينا احسن اكتشن حطنا في البي اتش مختلف الاكتشن هيضعف البي اتش ابعد شوية هيضعف عند البي اتش معين يبدأ الاكتشن يفقد تماما فهنا البي اتش هاي لأسيديك وده مناسب لعمل البيبسين لكن حيكون بالنسبة للالفا اميليز بتاع السلايفا بعد ما بلعنا الاكل من الماوس وكان السلايفا فيها الفا اميليز شغال في وسط متعادل لما نزل على المعدة قلنا انه اول ما يختلط الـHCL بالاكل حيبطل عمل الالفا اميليز يعني كل انزيم لي اوفتمن بي اتش بيشتغل فيه الـHCL لي strong antibacterial action كان السلايفا لها antibacterial بوجود antibodies وليسوزايم ولكتوفيرين والسيوسيانيت HCL لي strong antibacterial action تقريبا 99% من الميكروبس هيقتلها الـHCL لكن برضو هيظل بعض الميكروبات الصعبة اللي ممكن تعدي من الـHCL الـHCL لانه وسط حمضي فهل بالـabsorption of calcium and iron ودي ايونات بتمتص من المعدة فالامتصاص بيبدأ من الماوس بل المعدة كمان فيها امتصاص الحديد والكالسيوم بيحتاجوا وسط حمضي لامتصاصهم لان الكالسيوم في وسط حمضي ولنها مع السلايفا برضو مرة اللي فاتت بيدوب الكالسيوم في وسط قلوي بيترسب الكالسيوم فلو دخلنا على الانتستين العصرات هناك قلوية فهيتم ترسيب الكالسيوم فإذا فرصة امتصاص الكالسيوم هتكون في المعدة أو مع بداية الـ small intestine قبل ما الوسط القلوي يزيد فالـHCL هو اللي بيدوب الكالسيوم اللي في الأكل فيساعد على امتصاصه كذلك الحديد بيحول الحديد من فرك iron من حديد سلاسي غير قابل للامتصاص إلى فرس iron حديد سنائي قابل للامتصاص فالحديد بيختزل من سلاسي إلى سنائي بـ reducing factor وهو فيتامين سي في المعدة في وجود الـ HCL رقم أربعة أو رقم خمسة إنه هلب الملك تجلط اللبن أو تجبن اللبن اللبن سائل وسائل لكنه يحتوي على بروتينز زي الكازينوجين ويحتوي على دهون ويحتوي على سكريات زي سكر اللاكتوز إذن اللبن هو وشبة متكملة من بروتينز وليبيدز وسكريات لكن عشان ياخد sufficient time داخل المعدة لهضمه والاستفادة بمكوناته كان لازم يتحول لمادة صلبة عشان يطول داخل المعدة واللي بيخليه يتحول إلى الملك كلوتي أو التجبن اللبن داخل المعدة هو الـ HCL دي أهم وظائف HCL نبدأ نشوف عملية تصنيع الـ HCL وبناخد التصنيع لإنه هيهمنا في الفرما بعد كده إنه زي بيتدخل بأدوية عشان أقلل من تصنيع HCL للناس المصابة بالقرح بالبيبتك ألصر البداية بالـ CO2 وده بينتج إما من داخل الخلايا من الميتابوليزم بتاع الخلايا نفسها أو بيوصلنا من الدم الدم فيه CO2 الـ CO2 حيدف المية بتاعت السيتوبلاز في وجود إنزيم الكربونيك أنهايدريز إنزيم داخل بريتال سيلز وبإحنا فين حالين داخل بريتال سيلز ودي الجاستريك ليومين الجاستريك جلاند وهنا الدم فالـ CO2 حيدوف في المية في وجود إنزيم كربونيك أنهايدريز حيدينا حمض كربونيك H2CO3 وده حمض ضعيف حينحل مباشرة إلى هيدروجين وبيكربونيت طيب حصلنا على هيدروجين أنا عايز أعمل HCL يتكون داخل الليومين بتاع الستومك فأنا هاخد الهايدروجين ده هعمله بومبنج على الليومين بأكتف ترانسبورت ودي حسميها البروتون بومب بروتون بومب لأن الهايدروجين آيون عبارة عن بروتون بروتون بومب ودي سترونج بومب إنها كان بومب واحد هيدروجين أجينست مليون هيدروجين فده برايماري أكتف ترانسبورت هيحتاج إلى إنرجي باستخدام ETB وحيحصل تبادل الهايدروجين ده مع بوتاسيوم آيون مين اللي مع بوتاسيوم وممكن نسمو الأمونت مع صوديم لكن في الأساس معه البوتاسيوم طيب كده حصلنا على الهايدروجين داخل الجاستريك ليومين عايزين كمان كلور فالبيكربونيت اللي فورمد من الدستوشيشن بتاع الـ هيتكون معي بايكربونيت البيكربونيت آيونز هيبدأ هنا يعني اللي هيسحب البيكربونيت لبرا هو فيه هنا معي صوديم بوتاسيوم بامب الصوديم بوتاسيوم بامب دي كونتينيواصلي بامب سري صوديم توزا أوتسايد وتخش باتنين بوتاسيوم فقط تطلع بثلاثة صوديم وتخش باتنين بوتاسيوم فده يعمل بره إلكترو بوزيتيفتي يخلي فيه بره أيونات موجبة أكتر فده يروح ساحب البيكربونيت من داخل الخلايا لكن البيكربونيت مالوش منفز يطلع منه مالوش تشانلز فبيضطر يطلع من خلال كارير والكارير لا يسمح للبيكربونيت يطلع إلا أن يخش مكانه كلور فحيطلع البيكربونيت ويدخل مكانه الكولورايد بعد كده الكولورايد هيحصله ديفيوجن على بره ويلتقي مع الهايدروجين ويكون الـ HCL تمام؟ يبدأ تكون الـ HCL هلاحظ أنه كل ما يتكون واحد HCL في المعدة تمام؟ هتأخذوا بالكم بيتكون معايا صوديم بيكربونيت بيوضف بيكربونيت ويوضف صوديم إلى الدم لكل واحد HCL يتكون في المعدة واحد صوديم بيكربونيت فورمد في الدم والصوديم بيكربونيت ده قلوي فبيحصل في الدم أفتر ميلز ليه أفتر ميلز؟ لأن HCL تصنيعه بيزيد أفتر ميلز بيحصل حاجة اسمها بوست برانديل الكالاين تايد بوست برانديل يعني بعد الأكل الكالاين تايد يعني إضافة قلوي إلى الدم فيحصل في الدم ترانزينت أو تيمبراري الكالينيتي ترانزينت الكالينيتي هتحصل في الدم ليه؟ عشان كل ما يتصنع واحد HCL في المعدة بيوضف للدم صوديم بيكربونيت طيب ده تصنيع ال HCL يهمنا للتصنيع يهمنا عشان التدخل بأدوية لإيقاف تصنيع ال HCL ممكن معانا أدوية اللي هي الكربونيك أنهايدريز إنهيبيتورس ده ما تعمل إنهيبيشن للإنزيم ده ما يتكونش الهايدروجين ومنها من أمثلتها السيتازولامايد أو الدياموكس لكن دي مجموعة ضعيفة من الأدوية من المجموعات القوية في الانهيبيشن أو في HCL فورميشن البروتون بومب إنهيبيتورس اللي شغال على الهايدروجين بومب بتعمل لها إنهيبيشن وده زي الأومي برازول فيه كمان معانا زي ما أخدنا في الشريحة اللي فاتت الهيستامين يعني لو افتقرنا هنا قلنا إن الهيستامين الهيستامين ده كان بيشتغل على H2 receptors على البروتال سيلز ويزود HCL secretion طب لو أنا عملت بلوك للهيش تور H2 receptors تمام فعملية تصنيع HCL يبقى الهيستامين كان بيزود الرياكشنز اللي هنا لما أعمل بلوك للH2 receptors يقل لتصنيع الهيش تور ومن أمثلة الهيش تور بلوكرز دراد زي الصيميتدين والرانيتدين تمام يبقى دي الخلية المسؤولة عن تصنيع HCL اسم الخلية برايتل سيلز أو أكزين تيك سيلز الخلية دي زي ما شفنا دي برايتل سيل أهي دي برايتل سيل والرياكشنز بتتم داخل الخلية ويبدأ دي السوديا متاسيام بامبل اللي عليها اللون الأصفر ده ويتم الإفراز HCL يطلع منها داخل جاستري كليومن يبقى الرياكشنز بتتم داخل الخلية هنا اللي بيحفز الرياكشنز داخل الخلية في سري ريسيربتور على البرايتل سيلز واحد للهستامين يزود الHCL وواحد للجاسترين الهرمون مهم الجاسترين اللي بيفرز من الجي سيلز وده ايضا محفز لHCL فورميشن و MS3 ريسيربتور وده ماسكرينك ريسيربتور للأستايل كولين اللي بيطلع من الفيغاس نير في البراس فانا مكتوب معي في الكتاب ان فيه تلاتة محفزات لHCL سيكريشن الهستامين والجاسترين والأستايل كولين او البراس مبساتيك استيميوليشن فانا كده معي تلاتة ريسيربتور على البرايتل سيلز التلاتة بيزودوا تصنيع الHCL طيب هستامين مصدره من فين من الانتيرو كرومافين لايك سيلز اللي فيه الجاستريجلاند والجاسترين مصدره من فين من الجي سيلز ايضا في الجاستريجلاند اما الأستايل كولين مصدره من الفيغاس نير كل واحد هيشتغل على ريسيربتور على البرايتل سيل الهستامين شغال على H2 ريسيربتور وبيشتغل من خلال انه بيزود تصنيع Cyclic AMB داخل البرايتل سيلز اما الجاسترين فبيشتغل على ريسيربتور اسمه CCK2 او CCKB ريسيربتور ده عشان الجاسترين من مجموعة الكوليسيستوكينين فهنا هيعدي معنا هرمون اخر في الدودينام اسمه كوليسيستوكينين هو اللي هيشتغل على الكوليسيستوكينين A ريسيربتور اما الجاسترين خدد الريسيربتور التاني اللي هو CCKB ريسيربتور الاسطيل كولين هيشتغل على مسكارينيك ريسيربتور اللي هو M3 ريسيربتور هناخد بالنا من حتة تانية ان الجاسترين بيطلع منها الجاسترين وهو مباشرة بيزود HCL فورميشن من خلال انه بيزود الكالسيوم آيونز داخل الخلايا طيب وبيزود الجاسترين اله الانتيرو كرومافين لايك سيلز لإفراز الهستامين فيروح الهستامين كمان مزود HCL فورميشن تمام اذا جاسترين شغال بتو ميكانيزم شغال دايريكت وشغال ان دايريكت من خلال إفراز الهستامين وحنشوف بعد شوية كمان ان الفيجاس هيعمل نفس الكلام الفيجاس هيشتغل بنفسه بالأسطيل كولين او هنشوف كمان بترانسيميتر اخر والفيجاس هيزود حينبه الجي سيلز تفرس جاسترين والجاسترين هيزود الهستامين يجبال فيجاس نيرف يوم ما هيشتغل التلاتة هيشتغل فيجاس نيرف بيشتغل دايريكت بالأسطيل كولين وترانسيميتر اخر اسمه جاسترين وحينبه الجي سيلز لإفراز الجاسترين والجاسترين حينبه كمان الهيستامين سيكريشا المواد الأورجانيك اللي فيه عصارة المعدة أنا برضو نستطيع أن نبه على حتة إنه لو سألنا مثلا على مكونات عصارة المعدة هل يعتبر الجاسترين والهيستامين من مكونات عصارة المعدة أنا بسألكم السؤال ده هل يعتبر الجاسترين آه لا طبعا وإن كان بيفرز من الجاستر الجلاند لكنه مش من مكونات عصارة المعدة لأن دي هرمونات بتطلع في الدم مش من مكونات العصار تمام فاللي طالع معنا مع العصارة الانزاينز انزيم البيبسين أو طالع في صورة غير ناشطة بيبسينوجين ويتنشط بالHCL إلى الاكتف بيبسين البيبسين ده عبارة عن اندو بيبتايديز يعني ايه اندو بيبتايديز يعني بيبتايديز طبعا معناها أنه بيعمل تكسير تكسير للبيبتايديز تكسير للبروتينز بس اندو يعني شغال في الايه في المنتصف فلو معايا قادي مسلا سلسلة بروتين زي دي بدأت بالأمينو جروب وانتهت كربوكسيل جروب فكأندو بيبتايديز دايجيست الانترنال بيبتايدي بونز يعني ممكن يوح كاسر حاجة في المنتصف مايقدرش يشتغل على الأطراف لا يروح كاسر هنا في النص فيديني ايه اتنين بروتينز أصغر يبدأ لو معي بروتين ضخم زي ده أمينو أسد شبكة في بعض ومتشبكة بالمنظر ده هو بس ايه يروح كاسر بعض الروابط في المنتصف فيديني صور أصغر من البروتين زي البروتييزيز والبيبتونز والبوليبيبتايديز يعني أصغر شيء ينفع يديه ثلاثة أمينو أسد لا يقدر يكسر هنا لأنه على الطرف ولا ينفع يكسر هنا عشان ده على الطرف إذن بيبتين هو أندو بيبتايديز تاني إنزيم معنا وهو الرنين رنين نوت بريزينت ان هيومانز فإذن بالنسبة لنا مش مهم رنين هو ملك كلوتينج إنزايم في الأنيمالز اليونج أنيمالز لكن في الإنسان اللي بيعمل وظيفته هو الـ HCL مع البيبتين هم اللي عملوا الملك كلوتينج وده كمان محتاج بيئتش ستة أو ستة ونص الرينين ده فبرضو البيئتش بتاعة المعدة بتاعتنا غير مناسبة لعمل الرنين طيب بس يهمنا في الشريحة دي إيه الـ Importance of Milk Floating إيه أهمية إنه يحصل تجبل للبن فقولنا اللبن ده عبارة عن سائل متكامل في بروتينز مع ليبتز مع سكريات وهو الغذاء الوحيد للطفل والمعدة نظامها إن أي سائل فيها بتعمله رابد إيفاكويشن شربنا مية شربنا عصير المعدة متخزنوش بتعمله على طول رابد إيفاكويشن لكن الشيء السولد الشيء السولد بيطول داخل المعدة فاللبن لو فضل سائل زي ما هو هيحصل له رابد إيفاكويشن وتفقد البروتينز والدهون وسكريات من غير ما يحصل لها صفشن ديجيشن لكن لما يطول داخل المعدة وتبدأ تعمله جرادي والليكويفاكشن وبعد كده يبدأ يروح للدودينم جزئيا شوية بشوية أدي صفشن تايم للجاستيك ديجيشن وأدي صفشن تايم للإيتش سي إيل لأنه يعمل الأنتي بكتيريا الأكشن بتاعه على اللبن تالت إنزيم معانا وهو الجاستر كلايبيز وده برضو ويك إنزايم لأنه محتاج إلى بيئتش حوالي خمسة والبيئتش في المعدة حوالي واحد فبرضو بيئتش غير ملائم لعمل الجاستر كلايبيز لكنه في الأطفال إلى حد ما بيكون البيئتش في الأطفال أعلى شوية حوالي ثلاثة أو أربعة فجريب من البيئتش بتاع الأوبتيم من العيز الليبيز فممكن في الأطفال يبدأ هضم الدهون إلى فتي أسيدس وغليسور وده يترتب عليها سؤال معانا أهو ليه الجاسترو انتريتس اللي هي النزالات المعوية is more common in children than in adults سيقبله واحد يعني الطفل أكثر عضة للإصابات بالنزالات المعوية لو أكلنا أكل ملوس ممكن الشخص الأدلت ما يتأثرش به لأنه عنده أتش سي إل بكمية عالية بتقتل البكتيريا دي أما الطفل فعنده بيئتش مرتفع شوية يعني عنده ليس أسيديتي يعني ليس أتش سي إل فقدرته على قتل البكتيريا أضعف تمام مصبوط يبقى كده معايا الإنزيم الوحيد يعني أخذنا ثلاث إنزيمات في المعدة هو الرنن مش في الإنسان ليبيز ضعيف الإنزيم الوحيد معايا هو البيبسين وعمل إيه البيبسين بدأ هضم البروتين كسر البروتين الضخم إلى بروتينز أصغر هذه دور المعدة في الهضم يبقى لما وظيفة المعدة الأساسية وحد يقول لي ديجيشن لا طبعا مش ديجيشن دور المعدة الرئيسي أنه short term food reservoir ده الأساس من مكونات العسارة المعدة الانترينسيك فاكتور اللي بيفرز من بريتال سيلز نفس الخليل اللي بتفرز الـ HCL وده فاكتور مهم لانتصاص فيتامين بـ 12 ليسوزاين اللي عدنا معنا مع السلايفا وليه أنتي بكتيريا الأكشن هو ورضو بروتيوليتيك إنزيم والميوسين اللي دايما وظيفته سابتة طول الديجيستف معنا وظيفته أنه lubricant زي ما خدنا مع السلايفا أنه بيعمل lubrication فبيسهل عملية البلع والكلام هنا أيضا lubricant يمنع الاحتكاك ما بين الأكل اللي في المعدة مع جدار المعدة فيحمي جدار المعدة وبيحميها من خلال كمان أنه chemical and mechanical barrier mechanical barrier أنه وجود الميوكس على سطح الخلايا بيحميها من الاحتكاك مع gastric content وكذلك chemical لأنه بيتفاعل الميوكس ده معه مع ال HCL أه أه هم هنك هنحتخذنا من وظيف اللعاب أنه لي buffer action يعني ايه buffer action يعني يتفاعل مع أحمد وما القلويات وقلنا ساعتها مين في السلايفا بيعمل buffer action الفوسفيت والبيكربونات والميوكس أو الواقع لما نأخذ الموضوع بالتفصيل ان شاء الله البروتينز عموما البروتينز عموما لها buffer action فالميوسين ده إس بروتين فالميوسين بما إنه بروتين فليه بفر أكشن فليه قدرة على إنه يعادل الـ HCL تمام؟ يبقى الميوسين بيشتغل بطريكتين ميكانيكالي إنه هو يبطن الخلايا بيحميها من HCL وكذلك بيتفاعل كيميائيا مع الـ HCL وده يدخلنا على إنه How the stomach is protected against self digestion الأمور اللي أودعها الله في المعدة بحيث إنه يحميها من إنه تهضم الجدار بتاعها هي بتفرز بيبسين بيهضم البروتين وجدارها نفسه عبارة عن بروتين فإزاي البيبسين ده ما بيهضمش جدار المعدة فنشوف أدي معايا عشان نتخيل الشكل ده سطح خلايا المعدة تمام؟ وده بعد كده الليومن ده بعد كده الجدار بتاعها الأول وهنا الليومن فرقم بيه ده عبارة عن الميوكس اللي بيغطي خلايا المعدة ورقم ايه؟ هي محتويات المعدة اللي فيها الحمض فيها HCL وفيها الإنزايمز فالخلايا كانت بتصنع عصارة المعدة في الجستر الجلانت بتصنع في الجلانت بعدين تبدأ تطلع 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 لغاية ما توصل إلى الليومن طيب الإنزيمات اللي أفرزتها الخلايا بتفرز في صورة غير ناشطة وهتتنشط لما يلتقى الـ HCL مع البيبسينوجين داخل الليومن يبقى عملية التنشيط هتاخد وقت شوية على ما يتنشط البيبسينوجين يكون وصل إلى الليومن طيب ورقم واحد إفراز الإنزيمات في صورة غير ناشطة طيب رقم اتنين وجود الثيك لييرز أوف ميوكس والميوكس ده أكت أز ميكانيكال باريير أهو بيفصل الكنتنت عن الخلايا وكيميكال باريير بيتفاعل مع يتفاعل مع الـ HCL طيب إذن من أسباب تقرحات المعدة إما زيادة الـ HCL لفورميشا أو نقص الميوكس لو الميوكس ده قال فممكن HCL يتفاعل معاه ويتخلص من الـ HCL لو ده حصل فمعايا أحماية ثالثة البيكربونيت نفس الخلايا اللي على السطح اللي بتفرز الميوكس بتفرز أيضا بيكربونيت والبيكربونيت ده قلوي فبيبطن سطح الخلايا بحيث لو الـ HCL اخترق الميوكس قبل ما يوصل للخلايا يتفاعل مع البيكربونيت فشوفوا الـ H في الجاستيك اليومين واحد ونص أو واحد والبيكربونيت والبيكربونيت على سطح خلايا المعدة حوالي 7 فاللي زود أو علل البيكربونيت عند الخلايا هنا إن فيه إفراز لبيكربونيت والبيكربونيت ده بتفاعل مع الـ HCL جبل ما يصل للخلايا بحيث إنه ما يئزيش الخلايا طيب لو افترضنا كمان HCL كان أكتر وتخلص من الميوكس وكمان تعامل مع البيكربونيت وتخلص من البيكربونيت وبدأ يأكل في الخلايا ففي بعد كده تايت جونكشنز ما بين الخلايا وبعض في تايت جونكشنز بين الخلايا وبعض لا تسمح بالبنتريشن of HCL عشان ما يوصلش إلى الوول هنفترض بعد كده المعدة منها ففي رابط الـ Mucosal Cells الخلايا تتجدد سريعا بالإضافة إلى إن فيه بتفرز الخلايا هنا Protective Brostaglandins والبرostaglandins بتزود تصنيع الميوكس اللي بيحمينا وإنهيبت الـ HCL اللي بيئزي فالمسكنات الأسبرين وغيرهم المسكنات دي شنغالة الـ Inhibition of Brostaglandins فمن أسباب البيبتك ألسر من أسباب البيبتك ألسر اللي هو الـ Excessive Intake of Analgesics أو الأسبرين ليه؟ لأنها إنهيبت بروستا جلاندين سينسيس فلما يحصل له إنهيبتشن إفراز الميوكس هيقل وإفراز الـ HCL هيزيد وده يعرضه إنه يصاب بإيه؟ بقرح في المعدة تمام كده أخدنا الجاستريك جوس المكوناتها ووظيفة كل مكون فيها بعد كده معنا الـ Control أو Regulation of Gastric Secretion زي أي Control في كل الجيو آي تي طالما اسمعت كلمة Control أو Regulation يبقى على طول Nervous Control وهرمونal Control بالفعل هنا Nervous Control والاتنين التانيين هرمونal Control معنا تلات مراحل كيفالك فيز وإحنا على مستوى الرأس يعني لسه الأكل ما وصلش للمعدة لسه في مرحلة الرأس وده حيشتغل Nervous Fees سينقس هو اللي حيبلغ المعدة إنه هتبدأ إفراز العصارة جاستريك فيز معناها أن الأكل وصل فعليا إلى المعدة وإنتستينا الفيز كمان لما الأكل وصل إلى الإنتستينا نبدأ ناخدهم مرحلة مرحلة الكيفالك فيز وهي Nervous Fees ودي حتحصل Before the food reach the mouth حتحصل ولسه إحنا على مستوى الرأس طالما Nervous يبقى Conditioned وUnconditioned Conditioned ما تولدناش بيها Acquired بعد training Acquired ومحتاجة إلى Cortex اللي حتحصل By seeing smelling hearing or thinking about food زي ما كان حيحفز salivary أيضا حيحفز الGasterexecretion حتصل المعلومة للCortex وتبدأ الكورتكس تدرك إن الشيء ده اللي أنا شايفه أو بسمع عنه أو شمم ريحته إن ده أكل فتبدأ تنبه الVegas Nerv اللي بيغزي المعدة تطلب منه يزود إفراز HCL فده استعداد من المعدة إنها تبدأ إفراز العصارة من قبل أصلا ما الأكل حتى يوصل للموس نحن يدوب لسه شمين ريحة أكل أو سمعين عن أكل بعد كده Uncondition ده تولدنا به إن presence of food in the mouse الأكل وصل فعليا إلى الموس طب إيه اللي عرف في المعدة أنا في أكل في الموس ده برضو Nervous من الموس Mechanical و Chemical Mechanical بإحساس اللسان إن فيه touch فيه contact مع اللسان مع البكة الكافيتي وطعم الأكل يبدأ يبعط إشارات إلى إلى CNS إلى Gastric Secreting Center فكده بيفهم إن فيه أكل حاليا داخل الموس فيرد على Vegas Nerv للمعدة إن هتبدأ إفراز العصار يبقى ده الكفالي كفيز ده اللي هي Condition Reflex Seeing Sight of Food هيبقى Optic Nerv هيصل إلى l-Occcipital Loop في الكورتكس ويبدأ في الكورتكس يفهم إن اللي أنا شايفه ده عبارة عن أكل فتبدأ الكورتكس تبعث إلى ال-Vegal Nucleus وتبدأ بعد كده ال-Vegas يبعث للإستمك إن هتزود إفراز الجاستريك جوس وبعد كده أول ما الأكل يوصل للموس بالفعل هيبقى محفز أقوى شوية وإنه Mechanical وCemical بالContact of Food مع اللسان وبطعم الأكل هيبعت للدور زي ال-Vegal Neucleus مباشرة ده مش محتاج كورتكس اللي عايز كورتكس هو مين ال-Condition لكن ال-Uncondition تولدنا بيه مش عايز كورتكس هيبعت على ال-Center ده مباشرة يرد في ال-Vegas Nerv على المعدة فتبدأ تزود ال-Gastric Secretion طيب كفالك فيز مسؤول عن إفراز حوالي 20% من ال-Gastric Juice بعد ما الأكل وصل إلى الاستمك هنا المحفز الأكبر حوالي 70% أو 80% من إفراز ال-Gastric Juice مسؤول عنه ال-Gastric فيز ودي في الأساس أنها هرمونال فيها جزء بسيط نيرفوس لكن في الأساس هي هرمونال فيز تحصل أول ما الأكل يصل إلى المعدة المحفز لها أيضا ميكانيكل وكيميكل طول ال-Digestif معنا كل ال-Stimuli كله ميكانيكل وكيميكل ميكانيكل بال-Gastric Distinction أول ما الأكل ملل المعدة ورح شد جدار المعدة الأعصاب اللي في ال-Wall ما ننساش فيها أعصاب حسية هتحس بال-Distinction وتبدأ تشتغل بكل صور ال-Riflex اللي تكلمنا عليها وأن أي Uncondition معنا ثلاثة reflex إما أن Local reflex أو Ganglionic reflex أو Long reflex اللي هي Enteric Nervous System هيحس بال-Distinction ده وهيشتغل ب-Local Adjun reflex يعني الخلايا السنسوري اللي داخل ال-Wall هتبعت للخلايا الموتور داخل ال-Wall تبعت الجست للجلان لتتزود إفراز العصارة أو هنشتغل Ganglionic هنبعت إلى زنير استجنجلية والجنجلية ترد على الاستمك تزود إفراز العصارة أو Long reflex اللي هو Vagovigal reflex اللي هو أبعت إلى center في Brinstem ويرد في Vigas Nerv يزود إفراز العصارة كده كده Nervous Mechanism مش مهمة المهمة معايا هي ال-Hormonal Mechanism هي المين Mechanism وده من خلال إفراز هرمون الجاسترين وده أول هرمون هيعد معنا بالتفصيل هنا الموضوع ال-Nervous إن أول ما الأكل وصل إلى المعدة وعمل Distinction للأستمك Distinction of the stomach ده إما هنشتغل بLocal Axon Reflex داخل الول أو هنبعت إلى زنير استجنجلية والجنجلية ترد على الاستمك أو هنشتغل بLong Reflex اللي هو Vagovigal ويرد هو على الاستمك إنها تزود إفراز العسارة لكنه هو مين لي يعتبر Local Reflex طيب هنا أنا عايز معلومة إن ال-Vegas نير اللي رايح للمعدة إحنا خدنا في سلايد من شوية إنه بيفرز ترانسيميتر هو الأستايل كولين طيب تمام ماشي بيفرز أستايل كولين بالفعل وده بيحفز من إفراز ترانسيميتر آخر وهو GRB أو اسمه البومبزين وده اللي بيزود الجاسترين هرمون سيكريشن لو تفتكروا إن البرس بيشتغل دايريكت بالأستايل كولين وكمان بيزود الجاسترين سيكريشن بيزود الجاسترين هرمون سيكريشن من خلال ترانسيميتر هو الجي أو البومبزين البري جانجليونيك بتاعها أيضا سيكريشن 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 يبقى كده الفيجاس نير بيزود الهتش سيكريشن بثلاث وسائل الوسيلة الأولى دايريكت بالأستايل كولين الوسيلة التانية من خلال إنه بيزود إفراز الجاسترين بترانسيميتر هو الجي أربي والوسيلة التالتة إن الجاسترين نفسه بيزود إفراز الهستامين والهستامين بيزود أيضا البرائتال سيكريشن هو الهتش إنه إكسبلين جاستريكسيكريشن أو جاستريكسيكريشن إز نوت بلوكت باي أتروبين آه لأن الترانسيميتر اللي شغال به الباراسمبساتيك على الجي سيلز ما هواش ما هواش أستايل كولين لا ده شغال بالجي أربي أو اسمه التاني بومبزين لكن كل ما يذكر معنا ترانسيميتر أثناء الشرح ههتم بيه فكده يعتبر معايا ده تالت ترانسيميتر بيفرز من الانتيريك نيرفل سيستي أو مش هقول تالت واحد لا ده يعتبر خامس واحد ده يعتبر خامس واحد لأن أخدنا مع البرستالتك ويف في الأوسوفيجس إنه الكنتراكشن اللي حصل أبوف الدستنشن حصل بترانسيميتر الأستايل كولين والصابستنسيبي أدي معايا اتنين ترانسيميتر دورهم كنتراكشن لسموث ماسل وحصل في المكان بتاع ريلاكسيشن هدي كده أربعة ترانسيميتر أستايل كولين والصابستنسيبي والإن أو والفي آي بي وأدي خامس ترانسيميتر يذكر معانا يخص الانتيريك نيرفل سيستي هو الجي أر بي مين هو الجي أر بي جاستريك ريليزينج بولي بيبتايد بيطلع من فين بيطلع من البوست جانجليونيك فيبرز بتاعت الفيغاس نير اللي بتغذي الجي سيلز دوره من اسمه جاستريك ريليزينج بولي بيبتايد يعني بيزود إفراز الجاستريك سيكريشن هو بيزود إفراز الجاسترين والجاسترين بيزود الـ HCL formation جاسترين هرمون أي هرمون بيذكر معايا عايز عنه أربع معلومات بيفرز من فين الجاسترين من الجي سيلز في البايلورس استيمولاس وفريليز ميكانيكالي وكيميكالي ميكانيكالي بالدستنشن أوف زاستومك وكيميكالي بحاجة اسمها السيكريتا جوجس من هي السيكريتا جوجس؟ السيكريتا جوجس هي عبارة عن كيميكال ساستنز هافزى باور تستيمولات السيكريشن أوف غاستريك سيكريشن اندبندنط عن السياليس من هي المواد السيكريتا جوجس؟ الاكستراكت خلصة اللحوم أو الشربة فيجيتابول اكستراكت برضو شربة الخضار خلاصة الخضار البروتينز اللي ايه النص مهضوم والالكوحول والكافاين دي محفزات للجسترين سيكريشن يبقى اول ما الاكل وصل للمعدة سواء بالدستنشن اللي عمله او بوجود بعض المواد الكيميائية داخل الاكل بتحفز الجسترين سيكريشن مين هي المواد دي؟ الاكستراكت اوف ميت اكستراكت اوف فيجي تابلز بارشري دي جستر بروتينز الكوحول اند كافاين الميكانيزم اوف ريليز ودي سبتة معايا في كل الهرمونز بلوكال اكزون ريفليكس يعني من داخل الول او بالميكانيزم اللي ذكرناها من شوية بالفيجاس ان الفيجاس نيرف بيحفز افراز الجسترين من خلال افراز الجي ار بي هرمون او ترانسيمتر وظائف الجسترين جسترين بيحفز اله سي ايل سيكريشن ويحفز البيبسينوجين سيكريشن ويحفز اله سي ايل والانزيمات ويحفز الجاستريك موتيليتي يبدأ زود العصارة ويبدأ خلط العصارة مع الاكل وطالما طلع عصارة ويزود الموتيليتي فوارد ان العصارة دي تطلع في الاوسوفيجاس وذا حيئزي الاوسوفيجاس فدوره يعمل كونتراكشن لللور اوسوفيجية السفنكتر يبدأ من وظائف الجسترين كونتراكشن لللور اوسوفيجية السفنكتر كمان ليه تروفيك اكشن يحفز الجروس اوف ميكوزا بتاعت المعيدة لانه لما طلع اله سي ايل وارد ان اله سي ايل يقزي الميكوزا فبيطالب الجسترين طالما انت طلعت واحد بيقزي الميكوزا عليك بعد ما تخلص شغل تعيد بناء ما تهدم من خلايا الاستومك فالجسترين هرمون بيحفز الجروس اوف ميكوزا بتاعت الاستومك او small ou large intestine اللي ممكن يكون تهدمت بال�سي ايل اللي افرازه الجسترين بعد كده انت ستاين الفيز مرحلة التالتة اول ما المعدة بدأ التفرغ فيه الدودينام هيبدأ برضه يحصل سواء ميكانيكالي او كيميكالي ميكانيكالي بالدستنشان في الدودينام او كيميكالي باله سي ال اللي وصل للدودينام هيبدأ يحفز فيه اولا هرمونات محفزة لله سي ال اللي هي الانت ستاينال جسترين او الانتيرو اكزينتين ودي هتحفز إفراز small amount من gastric juice متبقي معنا 10% كان 20% في الكفالك 70% مع gastric والانتستين الفيز محفزة 10% يبقى أول ما بدأت تفرغ هيبدأ دودنام يحفز 10% لاستكمال هضم المتبقي داخل المعدة لكن ده مش هيطول لأنه وجود الأكل في الانتستين هيحفز ريفليكس اسمه انتيرو جاسترك ريفليكس وحيحفز هورمون طلع من الانتستين هتعمل inhibition للجاسترك إفاكويشن زي ما هنشوف حاليا على طول مع الموتيلتي في المعدة نشوف بعد كده الأنواع الجاسترك موفمينت فالمعدة في كزا صورة من صور الجاسترك موتيلتي النوع الأول وهي هدفها التخزين النوع الثاني وهي اللي هدفها خلط الأكل مع العصارة والنوع الثالث اللي هي الامبتينج موفمينت أو الإفاكويشن اللي هي هدفها تفريغ الجاسترك كونتينت في الدودينام بداية المسؤول عن الانشيشن أو في الجاسترك موتيلتي أو اللي بنسميه البس ميكر في جي اي تي يعني زي ما الهارت في بس ميكر سيلز وهي الاسي انود ومعنى بس ميكر إنها بتبدأ الدشارج أو في الكتريكال سيجنالز وبعد كده الخلايا اللي حواليها تتبعها في الكنتراكشن بتجبها هي المسؤولة عن الانشيشن أو في الكنتراكشن بيطلع منها هي الإشارات الكهربية فالجي اي تي فيها أيضا بسميكر سيلز بس في اختلاف طبعا بين البسميكر سيلز في الهارت والجي اي تي اللي في الهارت ماشية برتم منتظم وثابت بمعدل سريع 72 بيت بر منت لكن هنا بسميكر سيلز مش ماشية بالانتظام بتاع الاسي انود والمعدل طبعا منخفض شوية زي ما هنشوف هيتأثر بعوامل سيمباتيكو براسيمباتيكو أو هي في المعتاد شغالة مثلا بريت من 3 إلى 5 بر منت وهو معدل الجاستريك كونتراكشنز تسميها الانترستيشيال سيلز أو في كاخال هو شخص اسباني فالنطق الأصحي لها إن الجي هنا حدث نطق زي الخال في بعض بنتقها كايال وفي بعض بنتقها كاجال كل النطق صحيح يعني لكن الأصحينا زي الخال فهي عبارة عن ميزين كايمال سيلز لوكيتيد ويذن الماصل ليرز أوف جي اي تي فهي ما هيش خلايا عضلية هي عبارة عن ميزين كايمال سيلز وسط الخلايا العضلية كمان بتمثل حلقة اتصال ما بين الأوتونوميك نيرفل سيستيم وسموس ماسلز يعني هي نفسها البسميكر سيلز دي تعمل دشارج وتنقبض لسموس ماسلز والأوتونوميك نيرفل سيستيم يؤثر عليها يزود معدل الدشارج منها بالبارا سمبساتيك أو يقلل الدشارج منها بالسمبساتيك وبالتالي ينتقل الرزم ده إلى سموس ماسلز أول نوع معانا من أنواع الجاستريك موفمينت وهو البيزال إلكتريكال رزمي إن الانترستيشيال سيلز دي اللي هي البسميكر سيلز بيطلع منها دشارج بمعدل من 3 إلى 5 مرات بالمنت وبالتالي تنقبض الاستومك بمعدل من 3 إلى 5 ده بيعمل ستلايت كونتراكشنز كونتراكشنز ضعيفة والإنسان وصفقت ما يحسش بيها بتحصل إن بيتوين ميلز لما تكون المعدة فاضية يبقى بعد ما أكلنا والمعدة عملت إفاكويشن بعد الأكل ما يقارب ساعتين أو 3 ساعات وطبعا ده هيختلف حسب طبيعة الأكل اللي فات المهم بعد ما المعدة تمكنت من الإفاكويشن حيبدأ يحصل إن بيتوين ميلز من 3 إلى 5 ويك أو سلايت كونتراكشنز بتأسير البارا سمبساتيك بيزود معدل الكنتراكشنز والسمبساتيك يقلل معدل الكنتراكشنز في بعد كده حركة أخرى بتحصل اسمها Migrating Motility Complex أو Migrating Motor Complex MMC دي برضو بتحصل إن بيتوين ميلز بتحصل كل من 90 إلى 120 ميلت كل ساعة ونص أو ساعتين بين الوجبات حينا بناكل 3 مرات في اليوم فبين الوجبة والتانية حوالي 8 ساعات فتجريبا كل ساعة ونص أو كل ساعتين بين الوجبة والتانية بيحصل الحركة دي اللي هي Migrating Motor Complex Migrating بتهاجر تبدأ من أول منتصف المعدة وتاخد معها Small Intestine وتصل إلى Large Intestine بتعمل إيه الحركة دي؟ تفريغ للمحتويات أو بقايا الأكل اللي داخل الستومك وداخل الانتستين تفرغهم في Large Intestine يبقى الهدف Evacuate الستومك من الزيد والفود بقايا الأكل اللي فيها وبتمنع البكتيريا الأوفرغروف فبيسموها Housekeeping of JIT كأنها الكناس أو الزبال اللي داخل JIT اللي بينظف JIT من بقايا الأكل الحركة دي regulated بهرمون اسمه موتيلين هرمون هو المسؤول عن Migrating Motor Complex بتحصل إمتى وإنه In Between Meals أما لو أكلنا تختفي وتظهر تاني بعد الأكل بعد حوالي ساعة ونص أو ساعتين من آخر وجبة لكن الأوسوفيجاس مفروش الMMC ولا Large Intestine يبقى هي بتعمل تفريغ ل Stomach Content و Small Intestine تفرغهم في Large Intestine كل ده حصل In Between Meals كان في بيزل Electric Arrism من قبضات ضعيفة وكل ساعتين يحصل Migrating Motor Complex لو جه معادة Next Meal بعد 8 ساعات وما أكلناش هيبدأ يحصل Hunger Contractions الContractions اللي كانت بيزل Electric Arrism وكانت Slight Contractions وتحصل بمعدل من 3 إلى 5 per minute هتبدأ تصبح Strong بدأ ما كانت Slight هتبدأ أقوى ولو ما أكلناش تقوى أكتر والمعدل يزيد بدأ ما كانت من 3 إلى 5 تبدأ تزيد في المعدل التكرار بتاعها يقوى أكتر اتأخرنا أكتر في الأكل تقوى أكتر والمعدل بتاعها يزيد أكتر لغاية ما يحصل لها فيوجن وتصبح Titanic Contraction انقباض مستمر في المعدل وانقباض يقبأ قوي لدرجة يبدأ يعمل Hunger Bain طيب ايه المحفز لل Hunger Contractions هو انخفاض مستوى السكر في الدم اللي هيحس به الجلوكروسيبتوس في الهايبوسالمس واللي هيبدأ يبعت من خلال الVegas Nerve انه يزود Gastric Motility ده من خلال الVegas Nerve من خلال Parasimbasate معنى كده لو انا عملت بلوك للVegas Nerve بدنا نديت أتروبين اه ده Abolish او Inhibit Hunger Contractions وإنهيبت الHunger Bain اما الHunger Sensation الاحساس بالجوع يستمر لان الHunger Sensation مصدره من الهايبوسالمس لكن الHunger Contractions العالمية ده هي اللي كانت بتأثير الVegas Nerve فده لو ما اكلناش لو اكلنا يعني في معادة الNicc Stimile اكلنا بدل ما كان بيحصل بيزا الالكتريك الريزم او Hunger Contractions اول ما ناكل يبدأ ترتاخي يحصل Relaxation دي اللي هي Storing Movement انا هنبدأ نخزن Receptive Relaxation ترتاخي لاستخبال الطعام وده عبارة عن Vagovigal Reflex اول ما الاكل دخل الماوس وبدأ الفم حركة المضغ وبدأ في في الفارنجس حركة البلع وحصل في الأوسوفيغاس اوسوفيجيال Distinction وبريستالتك ويف ماشية في الأوسوفيغاس الماوس والفارنجس والأوسوفيغاس كل ده هيبعث اشارات الى الVegal Nucleus في البرينستيم هيروح بعد في الVegas Nerve الى المعدن هترتاخي ايبع فيغاس مرة بعد Contraction وفيغاس مرة بعد Relaxation هو نفس الVegas لكن هنا بعد بترانسيميتر Style Colleen في عمل Contraction هنا اشتغل بترانسيميتر اخر وهو ATP في عمل Relaxation يبعا هنا ده تالت ترانسيميتر معانا بيفرز من الVegas اللي اول Style Colleen ده الاساسي عرفتنا بيطلع من Postal Angleonic of Vegas Nerve على الجي سيلز بيطلع على الجي أربي او البومبزين Receptive Relaxation يعمل Relaxation في الولو في الصومت أثناء الأكل أثناء مضغ وابتلاع الطعام بمجرد ما انتهينا من الأكل وتوقفت حركة المضغ وتوقفت حركة البلع على طول بعد الأكل خلال 45 منت يبدأ تعمل Mixing Contractions تبدأ ينقض جدار المعدة بحركة هدفها خلط الأكل مع العصارة بعد كده بيبدأ يحصل بريستالتك ويف بروبالشن تحريك للجاستريك كونتينت ناحية البيلورس في البداية الكنتراكشن دي بتكون ضعيفة فنوصل لغاية البيلورس لقلق فيه مقباط قوي في البيلورك سفنكتر وده بيمنع خروج الأكل أو المحتويات بتاعت المعدة إلى الدودينم فتبدأ تعود مرة أخرى بحركة عكسية هنسميها ريترو بالشن أو أنتي بريستالس ونرجع تاني إلى منتصف المعدة ثم تبدأ حركة أخرى بريستالتك ويف أخرى يبقى هنعملين نتحرك بالأكل ناحية البيلورس بريستالتك ويف ونعود من البيلورس ناحية المعدة مرة تانية أنتي بريستالتك ويف أو برو بالشن وريترو بالشن كل ده هدفه برضو برو بار نيكسينج أن أنا أخلط الأكل مع العصارة بشكل أفضل وفي كل مرة تتكرر الحركة دي تبدأ تكون أقوى من المرة السابقة لها وده بيحصل لغاية ما يحصل إيه لكوفاكشن للفود يتحول الأكل إلى ما يشبه ما يشبه المياه تبدأ بعد كده البريستالتك ويف تصبح إنتينس كونتراكشن وتصل عند البيلورس انقباط قوي رح فاتح البيلوريك سفينكتر وتبدأ المعدة تعمل إفاكويشن بالكونتينت داخل الدودنا إيه هي الفاكتورز أفكتينج الريت أوف جاستريك إفاكويشن حسب نوع الأكل إن أول شيء ليه في الستومك هو الكربوهيدريت أو السكريات يليه البروتينز بعد أربع ساعات وأكتر واحد بيطول في المعدة وآخر واحد يسيب المعدة هو الفات بعد ست ساعات جاستريك فاكتورز لو فيه جاستريك ديستينشن كل ما المعدة تتشد بس وزين ليمت يزود الريت أوف إفاكويشن كل ما المعدة تكون مشدودة كل ما تقبل مش عايزة تخزن عايزة تعمل إفاكويشن لكن لو ملنها أكتر من اللازم بترخي حسب الكونسيستنسي أوفود هي المعدة بتخلي الأكل لغايتم تعمل لليكوفاكشن فلو كان هو أصلاً فليود خلاص يبدأ يحصل له إفاكويشن سريع لو كان سيمي سولد يبدأ حيطول شوية لو كان سولد حيطول لغايتم يحصل له ليكوفاكشن بعد كده دودينال فاكتورز وده لو حصل يعني عكس المعدة المعدة دستينشن في المعدة يعمل رابط إفاكويشن لكن هنا دستينشن للدودينم إنهيبت الإفاكويشن بريفليكس اسمه انتيروجاستريك ريفليكس وبيه هرمونز اللي هي الدودينال هرمونز وده اللي نحن نتكلم عليه حاليا إيه العوامل اللي في الدودينم وإيه الهرمون وإيه الريفليكس اللي بيؤثر على الريت أوف جاستريك إفاكويشن الريجوليشن أوف جاستريك إفاكويشن ده عملية تنظيمية بين المعدة وبين الدودينم وأي ريجوليشن نيرفوس وهرمونر نيرفوس بريفليكس اسمه انتيروجاستريك ريفليكس وهرمونال ان اول ما الاسد كاين دي هو عصارة المعدة دي مع الاكل تطلع من المعدة الى الدودينام هيبدأ يحس بها الدودينال ميكوز وحيبدأ يفرز مجموعة من الهرمون مجموعة كبيرة من الهرمون اهمهم الكوليسيستوكاينين والسكرتين والفي اي بي والجي اي بي والسوماتوستاتين ومعنى هرمون اخر اسمه بفتايد واي واي فكل الهرمونات دي كل واحد دي وظيفة معينة لكن تجتمع فيهم وظيفة في الكل ان الكل انهيبت الجاستريك ايفاكويشن يبقى كده اول ما المعدة تبدأ تفرغ في الدودينام هيستجبل شوية من الاكل اول ما يحصل له ديستنشن يروح عامل حاشتين نيرفوس يبعت اشارة عصبية للمعدة انه تتوقف عن الايفاكويشن ويبعت كمان هرمونز للمعدة انها برضو انهيبت الايفاكويشن طبعا ده بهدف انه المعدة مكان واسع والدودينام اصغر منها مش هينفع يستجبل كل ما في المعدة فاول بس ما تملك يطلب منها سطوب الايفاكويشن لغاية ما يتعامل مع الاكل اللي وصله بعد ما تعامل معاه يطلب منها بعد كده انا هتكمل الايفاكويشن ده الانتيرو جاستريك ريفليكس ان المعدة بدأت تعمل الايفاكويشن في الدودينام في ايه المحفز لها هو الدستنشن اوف دودينام ده ميكانيكال طب وكيميكال بالبريزنس اوف اتش سي ال اه ده ينبه الدودينام انت خد بالك اللي استومك فيها جدار يحميها من اتش سي ال لكن الدودينام ما عندهوش جدار يحميه فاول ما حس ان فيه اتش سي ال دخله طلب من المعدة انها سطوب الايفاكويشن عشان اتعامل مع الاتش سي ال او البريزنس اوف بارشيلي دايجست بروتينز اندفات وصله اكل مش مهضوم كويس وهو مطالب استكمال الهضم فعشان ما يزودش عليه كمية الفات والبروتينز اللي مطلوب هضمها يطلب من المعدة انها سطوب الايفاكويشن او وجود هيبرتونيك سوليوشن ده هيحس بيها ريسبتورز في الجدار ميكانيكال ريسبتور حسد بالدستنشن وكيميكال ريسبتور حسد بال اتش سي ال والبروتينز والفات والهايبرتونيك سوليوشن هتبعت اشارة في الفيجاس نير تصل الى فيجال نيوكليوس في البرين ستم ترد في الفيجاس نيرفو ايضا على المعدة بس هنا تعمل للجاستريك ايفاكويشن زي ما اخدنا نقول لريفليكس ممكن يتم لوكال اجزون يعني يتم داخل الول بالانتريك نيرفا سيستي ان جدار الدودينم يبعت لجدار الاستومك استوب ايفاكويشن ينفع بلوكال ريفليكس وينفع بجانجليونيك يبعت الى زانير استجانجليا وترد على الاستومك او يبعت بلونج ريفليكس كله صح لكن الريفليكس ده تحديدا مينلي جانجليونيك ريفليكس يحصل لوكال ويحصل بلونج ويحصل جانجليونيك لكنه مينلي جانجليونيك ريفليكس انتيرو لو رجعنا كده في مقدمة الكتاب هو بتكلم على النيرفاس كنترول هنلاقي كاتب للانتيرو جاستيك ريفليكس من ضمن الامثلة اللي على الجانجليونيك ريفليكس نكمل يبقى ده كان الـ Nervous Regulation فيه بعد كده هرمونة وانا فيه مجموعة من الهرمونز بتطلع هنأجل كلامنا على الكوليسيستوكاينين والسيكريتين ان شاء الله في المحاضرة القادمة مع البانكرياس السوماتوستاتين ذكرناه في بداية المحاضرة انه انهيبيتوري ذكرنا الاماكن اللي طالع منها والوظائف الستة الانهيبيتوري بتوعه الـ VIP ذكرناه مع الأوسوفيجس وانه كل ما هيعدي معناه في أي مكان هو Relaxed Smooth Muscles اسمه Vasoactive Intestinal Polybiptoid البيبتايد واي واي مش عايزين منه أكتر من الكلمة دي انه طالع من الجوجينم والمحفز لإفرازه هو الـ Presence وقفات داخل الدوجينم فمتبقى ليه انزيم هرمون اللي هو الـ GIB 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 أو Gastric Inhibitory Polybiptoid سموه كده في البداية أي هرمون بتكلم عنه عايز مكان إفرازه ده من الكي سيلز في الدودينم والجوجينم برضو بالمناسبة كل الهرمونات معنا كله طالع من الدودينم إلا الجسترين الوحيد اللي طالع من الستومك من الجي سيلز في الستومك أي هرمون آخر أنا أقصد الهرمونات المهمة كله بعد كده بيطلع من الميكوزة بتاعت الدودينم فالجي آي بي طالع من الكي سيلز في الدودينم والجوجينم المحفز لإفرازه هو الهيبر أزمولاريتي بالجلوكوز أو بالفاد في الدودينم الأكشن بتاعه هو الأكشن اللي ذكرناه من شوية أنه Inhibit Gastric Evacuation وإنهيبت الجاستريك سيكريشن وهو تسمى على الاسم ده تسمى بالشكل ده أنه Gastric Inhibitory Polybiptoid لأنه Inhibit the Evacuation وإنهيبت استكريشن لكن تجارب عملوها اتضح أنه بيعمل الأكشن ده بخاي دوزيس مش بالنورمال ليفلز اللي بيها بيطلع بيها في الدم ففي ناس قالت لا أنه هو دوره في المعدة مختلف لأنه عمل الأكشن اللي احنا سمينا على الاسم جي آي بي لما ادناب جرعات أعلى من اللي بيطلع بيها في الجسم طيب وما ليه الأكشن الأساسي بتاعه بما أن إفرازه كان نتيجة وجود الجلوكوز داخل الدودينم فليه أنه هو محفز لإفراز الإنسولين من البنكرياس ولسه السكر مش في الدم السكر في الدودينم يبديه الكيسيلز اللي في الدودينم حسد بالسكر اللي في الدودينم ورح اتبعته الهرمون ده الجي آي بي رح للبنكرياس طلب منه ابدأ في إفراز الإنسولين لأن فيه سكر حاليا في الدودينم حيمتص بعد شوية والسكر حيرتفع في الدم بعد شوية فبيبدأ يستعد البنكرياس بإفراز الإنسولين من ساعة ما كان السكر لسه في الإيه في الدودينم فرحوا غيروا الاسم بس بيحاولوا يحافظوا على الاختصار جي آي بي فسموه جلوكوز ديبندنت إنسولينوتروبيك بيبتايد يبديه إنسولينوتروبيك يعني محفز لإفراز الإنسولين ديبندنت على الجلوكوز الموجود في الدودينم فأصبح الاختصار برضو جي آي بي فوظيفته الأساسية إنه محفز لإفراز الإنسولين وظيفة تانية بس للإنلارج دوزيس إنه جاسترك انهيبتوري بإنهيبت الموتيلة وإنهيبت استكريشا طيب إيه أهمية الانتيرو جاستيك ريفليكس وأهمية الهورمونات اللي طلعا فبناخدهم من الأربعة استيميولاي بتوعي الريفليكس يبقى هو اشتغل بالدستنشن في الدودينم يبقى تبريفينت الأوفر دستنشن لأنه لو ساب نفسه حيتميلي بكل اللي في المعدة فلا تبريفينت الأوفر دستنشن بالبريزنس في HCL يبقى عشان نبروتكت نفسه من الأسد كايم اللي بيوصله لأنه ما عندهش جدار يحميه من الـ HCL البريزنس في بارشي ديجيست البروتين أندفات يبقى توقع الو سفيشن تايم للديجيشن في بروتين أندفات والهايبرتونيك سيليوشن عشان يمنع الإلكترولايات دستيربانس لو حصل لها أبزوربشن سريع فلازم يعمل إيهيبت الإيهيوكويشن عشان ينظم العملية دي يبقى السيجنيفيكانس في انتيرو جاستيك ريفليكس إنه بروتكت تدودنا من الأوفر دستنشن ويدي سفيشن تايم للـ HCL نيتروليزيشن وصفيشن تايم للديجيشن اللي بيحصل في الدودنا من الفاتوة البروتين وبريفينت الرابط فلوه في هايبرتونيك سيليوشنز في الانتستين بريفينتينج إلكترولايات إمبالنس آخر حتة معانا وهي الفوميتينج تعريفه هو الفورسيبول إكسبالشن أو في جاستري كونتينت أو في سيروزا ماوس أوفن ستارت وز سينسيشن أو في نوزيا عادة بيسبق بإحساس بالغممان الفوميتينج كنترولد باي فوميتينج سنتر في الميضالة أوبلونجاتا فإذا هو برضو عملية انفولنتري الخطوات بتاعته الإحساس بالنوزيا اللي هو في أول خطوة ده بيكون مصحوب بإكسيسف سليفة ريسيكريشن تتكلمنا عليه مع السلايفا انه فيه في الاستومك مع الفوميتينج تبدأ تحس ان هيحصل فوميتينج وتبعد سليفة ريجلاند تزود السليفة ريسيكريشن عشان السليفة كان ليها بوفرينج أكشن يحمي الأوسوفيجس والفالينجس والماوس من الـ HCL اللي هيطلع مع Autonomic Manifestations عبارة عن سويتينج مع رابط هارتريت بعد كده الروحواخ الـ Deep Inspiration مع Closure في البلوتس يعني ياخد نفس ويكتم نفسه ده يفراج ما ينزل لتحت فيعلي الـ Inter-Abdominal Pressure وتنقبض عضلات الأبدومين فكده الاستومك اتعصرت من كل ناحية ده يفراج مضغط من فوق وعضلات البطن ضغطت من كل ناحية فده Marked Elevation في الـ Inter-Abdominal Pressure فيضغط ويعصر المعدة بس خد بالك معده إيه؟ Relaxed Stomach لأنه في سؤال مشهور معنا في الـ MCQ إن هل دور المعدة في الـ Vomiting Active؟ يعني هل بتنقبض المعدة وتفضي هي الـ Content؟ لا المعدة دورها Passive المعدة Relaxed لكن هي اللي اتعصرت ضغط عليها الـ Diaphragم وضغط عليها الأبدومين والـ Muscles فLeading to its Ejection of its Content في الأوسوفيجس ويندفع بعد كده إلى الفارينجس وداخل الفارينجس يحصل نفس الـ Protective Reflexes اللي حصلت أثناء الـ De-Glutation لأن الفوميتس ده وارد يطلع من النوز وارد يخش في التراكية وحن هجلونه يطلع من الموز فلازم يحصل Closure للنوز بإيه؟ بElevation of Soft Ballot ولازم تغلق التراكية بكلوجر للجلوتس بأبروكسيميشن وفوكال كوردس وإنهيبشن أوفر اسبيريشن يجبى نفس الميكانزمات اللي هتحصل مع الديجلوتشن هتحصل أيضا مع الفوميتس بحيث يجبى فيه فتحة وحيدة فتحة الماوس فيطلع لإيه الفوميتس من الماوس وده يبين خطورة الفوميتينج في شخص أنكونشوس لو واحد في غيبوبة أو واحد أندر أنسيزيا وحصل له فوميتينج الرفليكس ما بتتمش بشكل قوي وده بيعرض أن الفوميتس ممكن يخش في التراكية ولو دخل الفوميتس في التراكية وارد جدا يموت فيها فليه بيطلب من العيان اللي هيعمل عملية أنه يصوم قبل العملية على أقل 12 ساعة عشان يضمن أن المعدة فيها أقل كمية من العصارة أقل HCL عمر المعدة ما هتفضل من HCL لكن ما يكونش واكل قبل العملية ومليانة HCL عشان الأناسيزيا اللي هيديها المخدر اللي هيدي ده بيعمل فوميتينج فوارد يحصل فوميتينج مع الاندكشن مع الأناسيزيا فلو حصل فوميتينج فلو حصل فوميتينج أولا هو مستعد لده ومجهز نفسه لدكتور التخدير بس حتى لو حصل والفوميتس ده دخل في التراكية وملحكهوش يبقى على الأقل يكون كمية قليلة لكن أن يكون واحد للسواكل ورح حصل فوميتينج مع بداية الأناسيزيا بيجبع عملية أنه هو يلحق العيان ده عملية صعبة أسباب الفوميتينج في معنا ريفليكس فوميتينج وفيه سنترال فوميتينج سنترال فوميتينج يعني شيء أثر على السنتر مباشرة اللي هو الفوميتينج سنتر في المضم أو كيموريسبتور تليجرزون ريفليكس فوميتينج يعني شيء حصل بعيدا عن السنتر واتبعت إشارة لي عصبية ورح السنتر رد أن نعمل فوميتينج فإيه هي الأسباب بتاعت الرفليكس فوميتينج إما mechanical irritation للposterior part of the tongue أو throat يعني لو واحد دخل صباعه ولمس بها آخر اللسان من الداخل أو زي التونج ديبريسون خفض اللسان عند دكتور الأطفال أو دكتور أنفو أزن أول ما بيروح ضاغط على آخر اللسان بيدي إحساس بالإيه بالنزية وممكن لو طول فيها يحصل فوميتينج يبقى أول ما كان معايا في الماوس نهاية الطنج وبداية الفانس ننزل شوية على المعدة irritation للمعدة mechanical or chemical mechanical by over distinction ده زي الطفل الرضيع العمل بيبكي والأم عملة تدي له رضع بتاعته وهو بيبكي لسبب آخر فلغاية ما حصل فيه over distinction فيروح حصل له vomiting أو chemical irritation واحد أكل أكل بايز أكل لمليان حمض فالحمض ده اللي في الأكل عمل يعمل gastric irritation فالستومك تبعث لvomiting center فيرد عليها نعمل vomiting أو chemical irritation للمعدة مثلا بحدى ملحة زيادة عن اللذون زي لو واحد بيعوم ورح شرب مية من البحر الملح العالي ده ممكن يعمل gastric irritation أو حتى لو حد دوب ملح كده عالي في مية ورح شربهم يعمل له gastric irritation ويحصل vomiting طيب ننزل بعد المعدة ننزل على الانتستين intestinal obstruction انسداد معوي فتبدأ المكونات اتحشرت في الانتستين يحصل distension في الانتستين تبعت الانتستين لvomiting center يطلب منها vomiting ننزل شوية تحت على الابندكس الزايدة اخذ منها intensive pain لو حصل الاتهاب في الزايدة او اي شيء يعمل intensive pain زي رينالكوليك او بلياريكوليك او مايوكارديا الانفاركشن الالم الشديد مصحوب vomiting فده علامة على انه intense لما يروح واحد بيشتكي من الم في البطن ويروح المستشفى يسألوه حصل vomiting ولا لا بيسأل عشان يشوف الالم ده هل هو intense pain بالفعل قدى ان حصل vomiting ولا ممكن يكون بين حاجة بسيطة فتقبل امور سهلة يقبل intense pain بيحصل معه vomiting من اسباب reflex vomiting rotation او acceleration rotation الدوران لو واحد فضل يلف 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 حوالي نفسه اول ما يتوقف عن الدوران يحس بدوخة ايه بال vomiting او acceleration التسارع ان يكون واحد ماشي بسرعة ويهدي سرعة ويهدي لكن السرعة السبتة ما تعملش vomiting فده اللي يخلي إليه الناس في السفر لو على طريق زراعي وكل شوية ما طباط العربية تاخد سرعة وتهدي هو psychogenic vomiting وده احساس نفسي او condition reflex by seeing, smelling, hearing or thinking about شيء معين يعمل vomiting واحد فكر في شيء مغرف بالنسباله او شاف شيء مغرف بالنسباله شاف حدا في الاكل او حد حتى حكاله ان الاكل ده حصل فيه كذا وكذا وكذا فيبدأ يتخيل ده ده psychogenic او اللي بيحصل له بيحصل له vomiting مع السفر او بس ما يشوف عربية بجوه او انه حد يحكيله ان احنا مسافرين يبدأ يحصل له احساس بالايه احساس بالنوزيا وال vomiting ده اسباب reflex vomiting فيه بعد كذا central vomiting ان شيء اثر على السنتر مباشرة ممكن ادوية زي الانسيزية زي ما اخذنا من شوية الاميتكس المقيقات ادوية بتتاخذ عشان تعمل قيل الكانسر كيموسيرابي علاج كيماوي بيعمل قيل تارتر اميتيت ده كمادة تستخدم في علاج بالهاريسية زمان ده برضو بيعمل central vomiting او الابومورفين برضو بيعمل vomiting من اسباب central vomiting وهو الانوكسية او نخص الاكسوجين زي في ال high altitude من اسباب الشهيرة المهمة increased intracranial tension زي مع print humors او اصابات الرأس ال head injuries والاسيدوزيس وده يعني عشان يتخلص من الحمض اللي في الدم بيحاول يطرد الحمض من المعدة اخيرا الافكت of vomiting لو في طفل حصل له repeated vomiting ممكن يموت من repeated vomiting ليه لانه بيفقد سائل 99% منه مياه في حصله dehydration فممكن يموت من dehydration بيفقد عصارة في حمض فبيفقد حمض فممكن يحصل له في الدم الكالوزيس والالكالوزيس يؤدي الى تيتاني تيتاني مش عارف عارفين ولا لا تيتاني اللي هو انخفاض في مستوى الكالسيوم وانا الكالسيوم في وسط قلوي بترسب فلو حصل في الدم الكالوزيس ينخفض الكالسيوم اللي دايب في الدم والكالسيوم اللي دايب ده هو الاكتب فلما ينخفض يحصل تقلصات في العضلات بنسميه التيتاني لو انخفض لمستوى معين يموت والالكالوزيس اخطر من الاسيدوزيس بيفقد عصارة فيها الكالسيوم فممكن يتسبب في انخفاض مستوى البوتاسيوم وده بارضو هيؤثر على انقباض الهارت والإكسيتابيليتي في النير وفي الماصل ومنها الكاردياك الماصل ترجمة نانسي قنقر